بسم الله الرحمن الرحيم الحقة ما الحق وما أدرك ما الحق كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأذلكوا بالطاقية وأما عاد فأذلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نقل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فلعا ومن قبله والموت فكاد بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذتا رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وضعت الواقعة وانشرت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تغفى منكم خافية فأما من اتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيجة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قلوا واشربوا هديئا بما أسلفتم في الأيام خالية وأما منوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابية ولمدر ما حسابية يا ليتها كانت قاضية ما أغني عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام مسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا مقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض نطاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقضعنا منه الوتين فما منكم منحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق يقين فسبح باسم ربك العظيم